دكتور بواقع شغل حضرتك واحتكاكك بالناس وجلساتك عايزة اسألك على سؤال حقيقة يمكن يكون دي موضة العصر السوشيل ميديا هل بتشوف خلافات زوجية ومشاكل تؤدي إلى الطلاق والمحاكم بسبب السوشيل ميديا وفي الحالة دي بتنصح بإيه يعني بتنصح الزوج والزوجة بإيه وإمتى نقول إن السوشيل ميديا دي ممكن توصل الاتنين دول للطلاق طيب بوسيا بوزينا سؤالك رائع جدا وخطير في نفس الوقت السوشيل ميديا يا جماعة هي مش سبب لأي حاجة هي وسيلة من وسائل التواصل أنا كشخص ممكن هي تسرع من إن أكشف الحاجة الدفينة جواي زي بالزبط الناس بيقول إيه دلوقتي الناس بيت أخلاقها وحشة هم أنا أقول لا السوشيل ميديا اللي قاعد في البيت ما حدش عارف هو مين طلعت اللي هو مخبيه في النفاق اللي عايشه في المجتمع هم فالنفوس هي اللي فيها مشكلة مش السوشيل ميديا هدى المثال بسيط هم يعني دايما بقولوك كده في الكورسات بتاعتنا هم الناس المبدعة هم لما بصوا على التفاحة عملوا منها لوجو واختروا شركات ضخمة شعرها التفاحة هم هاب وناس تانية بصوا على التفاحة عملت شيشة تفاحة هم هم فكل واحد بالفكر بتاعه وبيطلع اللي هو عايزه هم فاللي بيحصل إيه في ناس ممكن تكوني آآ بتشوفيهم في كل حتة دخل على السوشيل ميديا عارف يعمل بيزنس عارف يقرأ يوصل لكتب ومراجع علمية في أكبر الجامعات في العالم عارف دايما يطور نفسه كل شوية يتعلم لغة معينة يكسبوا مهارات يدرس وياخد كورسات في أي حاجة في الدنيا ده بالسوشيل ميديا اه صح ولا غلط صح فإذا نفسه وأخلاقه السوشيل ميديا بقت وسيلة لزيادة اللي جوه طب وفي ناس تانية طب هي بتلعب وبتدور والسوشيل ميديا بتسهل أي حاجة الإيجابي هتوصلك لآخره والسلبي هتوصلك لآخره طب ما فيه ستات تدخل تدور يا دكتور في أكاونت جوزها وتقوله دي عميت لك لايك وتعرفها منين وازاي زميلتك تكتب لك كومنت وانت ترد عليها بتضحك أو العكس راجل برضو يدخل ليفتش في أكاونت مراته ويقعد يسألها معاها السؤال ده تبدأ كلمة من هنا كلمة من هنا بتبص ورايا ليه لا ده حاجات عادية هب انت طالق أو طلقني صح ده كان بيحصل زمان في الشارع ده بصلك ده ما بصلكيشت يعني انت بصيتي عليه هو الأساس النفسي واحد اللي هو إيه اللي بيعمل كده هو غير وافق في نفسه معلش أنا آسف يا كملة نفسية صعبة يعني أنا مش متخيل ولا مدرك إن أنا هبص على أكاونت مراتي ألاقيها ردت على واحد بكلمة إيجابية يا ستي ست زوق وبتقوله كلمة شيك فأنا أتجنن أبدأ أروح معا مشكلة أنا عندي مشكلة نفسية أختي في نفسي أنا كراجل اللي بيعمل كده أي إن كان بقى حطي طائس مشيك والغيرة ومشي الغيرة أنا عندي مشكلة في الثقة ده رقم واحد قالوا كده ولو الأنثة عملت كده برضو هي عندها مشكلة في الثقة فلازم أراجع قمتي الذاتية لأن أنا أكدت قبل كده إن اللي ما عندوش ثقة بنفسه وبياخد قمته الذاتية إن اللي قدامي ده ما يعرفش حد غيري لا يضحك لغيري ولا يكلم غيري هو لي وكلمت لكت فدي مشكلة كبيرة وزي ما قلت بيكون مدخل لعمل حرائق بينهم في العلاقات